وهو الحسين روحي في دار وهو سيدي ومولاي راكبا جواده وتوجه نحو القوة ولما نظر الحسين إلى جمعهم كأنه السيل نادى بصوت عال يسمعه جلهم أيها الناس اسمعوا قولي ولا تعجلوا حتى أعظكم بما هو حق لكم علي أيها الناس أنسبوني من أنا ثم ارجعوا إلى أنفسكم وعاتبوها وانظروا هل يحل لكم قتلي وانتهاك حرمتي ألست ابن بنت نبيكم ولم يبلغكم قول رسول الله لي ولأخي هذان سيدا شباب أهل الجنة فإن كذبتموني فإن فيكم من إن سألتموه عن ذلك أخبركم سلجابر بن عبد الله الأنصاري وأبا سعيد الخدري وسهل بن سعد الساعدي وزيد بن أرقم وأنس بن مالك يخبرونكم أنهم سمعوا هذه المقالة من رسول الله لي ولأخي يا شبث بن ربعي يا حجارة بن أبجر يا قيس بن الأشعث يا زيد بن الحارث ألم تكتبوا إلي أن أقدم قد أينعت الثمار واخضر الجناب وإنما تقدم على جند لك مجندة لم نفعل لا لم نفعل ولا ندري ما تقول سبحان الله بلى والله لقد فعلتم أيها الناس إذا كرهتموني فدعوني أن صرف منكم إلى مأمني من الأرض أولا تنزل على حكم بأني عمك فإنهم لن يروك إلا ما تحب لا والله لا أعطيهم بيد إعطاء الذليل ولا أفر فرار العبيد وأن الحسين بعدما أيس من القوم رجع إلى خيامه هو وأخيه أب الفاض وولده علي الأكبر شبيه رسول الله شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة